اشتركوا في القناة بقضايا الاستدامة من خلال استضافة مؤتمر كوب 28 الذي يواصل دوره في توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق التقدم المحرز على صعيد مكافحة التغير المناخية سعد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف كوب 28 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي تعزيز الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ وتحفيز الدول على الالتزام بأهداف اتفاقية باريس للمناخ دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال تغير المناخ وذلك من خلال تقديم برامج التريب والدعم للجهات المعنية كما تتمحور هذه الأهداف حول أربعة ركائز رئيسية وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤون وعادل في قطاع الطاقة من خلال تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة ودعم الدول النامية في الانتقال إلى الطاقة النظيفة تطوير آليات التمويل المناخي من خلال تحفيز الاستثمار في مشروعات التغير المناخي ودعم الدول النامية للحصول على التمويل اللازم لهذه المشروعات حماية البشر والطبيعة من أثار تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئة احتواء الجميع بشكل تام في منظومة عمل المؤتمر من خلال تعزيز المشاركة والشراكة بين جميع الأطراف المعنية بتغير المناخ بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني تعد استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب 28 فرصة مهمة للمساهمة في جهود التصدي لتغير المناخ وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر